نحن نحكي عن مصطلح ونحكي عن حالة فنية إبداعية الأدب النسوي إذا صحت كلمة نسويية أنا أبدأ أحتاج عليها الآن أو أدب المرأة أو مشاركة المرأة ليس حديثاً الحقيقة يعني من قبل ظهور الإسلام في العصور الجاهلية كان هناك مشاركة نسوية لا سيما في الشعر لأنه هذا كان جمهور التلقي فظهرت عندنا كثير من الشاعرات أولاً تحدثنا في قضايا وجدانية مجتمعية قبلية ثم هذه الظاهرة بقيت تم مع ظهور الإسلام الذي شجع على كتابة والقراءة والتعليم وهذا بالذات التجيع دفع المرأة أن تصبح في عالم الثقافة يعني مجرد أن تقرأ فأصبحت النساء تشارك بالحياة المجتمعية الثقافية بالتفسير القرآن بالحديث بالقصص فضلاً عن القصص الأصلاً موجودة في الفن الشفوي المرأة كانت مشاركة فيها مع ظهور الدولة الأموية ثم العباسية بأوجها أصبحت المرأة مشاركة حقيقية هي كاتبة وهي صاحبة مجالس أدبية وهي شاعرة وهي مؤلفة وهي مؤرخة وبعضها كانت تشارك بالنسابة وما شابه كل الفنون أصبحت تشتريحها بكل سهولة وبكل ترحيب مجتمعي بعد العصر العباسي وانهيار الدولة العباسية ثم يعني عصور الضعف والانحلال إلى الوصول إلى الحديثة توترت حالتها الثقافية حسب بشكل مضطرد مع الحالة المجتمعية والسياسية ففي عصور النهضة أو الراحة الثقافية كانت تظهر المرأة ككاتبة ومدافع عن حقوقها نحن مجتمعها لسيما في أوقات الاستعمار وفي أوقات الضعف وبتلعاد عن التعليم كانت طبعاً تخبو حتى وصلنا إلى العصر الحديث طبعاً العصر الحديث يعني غني عن القول أن المرأة مشاركة فيه مشاركة فعالة بسبب درجة الأولى هو التعليم لأن العنة ما تتعلم تستطيع أن تنتج وبذلك هي مشاركة بكل أصناف الثقافة والفنون بشكل متفاوت ولكنها موجودة بالتهاء أما المصطلح النسوي فهو قضية أخرى هذا المصطلح يعني ابتكره بعض الذين ينادون بالجنساوية والنسوية ويرون أن الأدب النسوي مختلف وهو يعني كثير من النقاد والدارسين والمتخصصين وأنا منهم طبعاً نرفض هذا المصطلح لأن كلمة أدب نسوي أولاً هي تنزع الأدب من صياقه بما أن هناك يعني كتابة للمرأة لها خصائص وكان لها لغة خاصة والحقيقة هذا غير موجود هناك يعني أدب تكتبه المرأة مختلف عن أنه أدب نسوي هذا النقطة تنين كلمة لما تتكلم عن أدب نسوي وكأنك يعني تضاعها جزء من الأدب العام وبالتالي إذا كان الأدب العام الرجل على رأسه فإن الأدب النسوي المرأة يعني تحت وسائطه يعني هي أقل وكأنه حالة يعني استثنائية أو شاذة لذلك ليس هناك مصطلح نسوي نعم يعني أنا أرى أن هناك أدب تكتبه المرأة أدب يكتبه الرجل فقط طيب إذا تخطينا فكرة المصطلح اليوم برضو السؤال اللي بيفرط حاله فكرة المشاريع الأدبية النسوية هل برأيك تخطط فكرة إنها مشاريع يعني وكأنها تجارب لم يكن هناك استمرارية أو نجاح بالشكل المطلوب يعني لو الآن لو حاولنا أن يخطر في بالنا أن نضع عشر أسماء متتالية من الأسماء النسوية الكاتبات العربيات يعني أنا نسكتر على العربيات بالتحديد ستعجزين عن كتابة عشر أسماء متتالية أثرت فيك لأن المشروع النسوي المرأة إذا جازت كلمتي النسوي أو ما يكتبه المرأة لم يستطع إلا في حالات نادرة أن يكمل المشروع يعني نجد بعض النساء مثلا بدأت تكتب إن كان في الأدب أو في النقد أو في التنظير أو في السيئة في أي قضية تجدها بعد فترة تراجعت لسبب أو لآخر حتى مشاريحها البعض التي تقدمها بخروج عن السرب يعني تقدم قضايا مختلفة لا تكمل فيها لا تكمل فيها لسبب آخر ولذلك بقيت هذه المشاريع ناقصة وهو ليس فقط يخص المرأة الكاتبة يخص الرجل كمان أيضا الكاتب لا سيما أنه المشاريع الإبداعية الطويلة الأجل أو المشروع الكامل يحتاج إلى مؤسسات تدعمه طبعا وتتبنى وهذا ليس موجود عادة لذلك يخفق هذا المشروع ويبهت قليلا قليلا لا سيما في الأدب يعني كثير ما سمعنا عن روايات حدثت انفجار في فترتها قضايا تابوات بعد فترة اختفى الكاتب والكتاب والقضية كلها اشتركوا في القناة شكرا